في الحقيقة بوجود هذه الجولة اللي كانت أساسا في مدينة برج العرب اللي تبع لمحافظة الإسكندرية ونهيناها هنا في على مدخل إسكندرية بأحد المشروعات التنمية والتطوير العقاري اللي بتقوم بها الدولة وطبعا الحقيقة أنا كنت بشره في النهاردة بصحبة عدد من السادة الوزراء زملائي معالي وزير الزراعة معالي وزير الصناعة معالي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات معالي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ورئيس التنفيذي لهاية الاستثمار والحقيقة على عهدنا يعني الحقيقة في كل الجولات اللي بنقوم بيها حاليا تركزنا كله على القطاعات اللي احنا قلنا إن هي دي القطاعات المهمة جدا الدولة تركز عليها في خلال الفترة القادمة علشان تقود الاقتصاد المصري وتكون قاطرة التنمية وتحقق المرجو من معدلات النمو العالية وتشغيل وفرص التشغيل الكبيرة ودايما هتكلم عليهم الأربع قطاعات الرئيسية قطاع الزراعة قطاع الصناعة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ثم قطاع السياحة ولو حضراتكم يعني نشوف كده احنا بدأنا فعلا الجولة في واحدة من المزارع النموذجية كبداية واللي مرتبط بيها تصنيع زراعي أو تصنيع منتجات الألبان والمنتجات الغذائية والحقيقة دايما في كل زياراتي أنا عايز بس أأكد على حضراتكم مش مجرد ان احنا بنعرض المشروع ولكن بنناقش مع القطاع الخاص كيفية توسيع وتطوير مشروعاته بما يحقق تقليص الفجوة الاستيرادية اللي احنا النهاردة كمصر بنقول عندنا هي دي هي المشكلة فالحقيقة النهاردة لما كنا بنتكلم مع المديرين وملاك المشروع بتاع المزارع النموذجية ومشروع اللي حضراتكم شايفينه من أكبر المشروعات للإنتاج الحليب اتكلمنا معاهم على مشروع جديد لإنشاء مصنع لإنتاج اللبن البودرة مصر بتستورد أكتر من مئة ألف طن في السنة لبن بودرة ودي تكلفتهم الاستيرادية عالية جدا فالنهاردة كنا بنتكلم مع القطاع الخاص على بدء إنشاء مصنع وبأسرع وقت ممكن علشان يغطي جزء من احتياجاتنا في هذا الموضوع ده شغلنا الشاغل في كل زياراتنا وفي كل لقاءاتنا وحضراتكم بتتابعوا أكيد معايا على مدار الإسبوع بيبقى دايما عندي اجتماع ثابت مع المجالس التصديرية والغرف الصناعات المختلفة وكل شغلي مع هذه الغرف والمجالس التصديرية إزاي نزود إنتاجنا إزاي نزود صادراتنا عشان أقلل الفاتورة الاستيرادية بتاعتي مبارح كان عندنا لقاء مع واحدة من أكبر الشركات الأجنبية اللي فتحت في مصر واللي شرفنا في خامة الرئيس بافتتاح المصنع بتاعها وكنا بنتكلم معاهم على إن شاء الله على نهاية عام عشرين خمسة عشرين حيكون بينشئوا وبينتجوا وبيشغلوا واحد من أكبر المصانع لإنتاج التكييفات المركزية الضخمة اللي هي التكييفات اللي تشتغل وتشغل مستشفيات وتشغل منشئات تجارية والكلام ده كله لإن دي كانت فاتورتها الاستيرادية كبيرة جدا أنا بدي لحضراتكم أمثلة إزاي تركزنا على تقليص الفجوة الدولارية اللي إحنا كمصر دائما كان دهوى المرض المزمن للاقتصاد المصري دائما إجمالي فاتورة الاستيراد بتاعتنا أكبر من الصادرات أو مواردنا أقل من استهلاكنا في العملة الصعبة فده نتيجة لكده مصر بتتعرض دائما كل فترة لأزمة وبنتطر إن إحنا بتحصل أزمة اقتصادية ونتطر إن إحنا ناخد إجراءات لتحرير سعر الصرف من غير ما نحقق التوازن فيما يخص مواردنا من العملة الصعبة والاستهلاك والصرف بتاعنا حتظل هذا التحدي الموجود عشان كده شغلنا الشاغل إن في فترة زمنية نكون في حدود ثلاث سنوات نحقق هذا الهدف إن يبقى مواردنا على قد مصروفاتنا أنا عايز أقول لحضراتكم مع الإصلاحات الاقتصادية اللي عملناها المؤخرا ومع الخطوات اللي إحنا بنقوم بيها وعودة الإنتاج وعودة التصدير مرة أخرى وابتدت الأزمة الاقتصادية الخانقة اللي كنا مرنا بيها على مدار السنة والنص اللي فات وتبدأ إنها يعني تختفي النهاردة إذا نحينا جانبا وده اللي أنا حتكلم عليه بعد كده بالتفصيل نحينا جانبا فطورة المواد البترولية اللي إحنا بنستوردها علشان احتياج الدولة إحنا محققين هذا التوازن يعني إذا نحينا جانبا الفطورة الاستراض المواد البترولية إحنا بقينا النهاردة محققين توازن فيما يخص مواردنا وصد مصرفاتنا كدولة كل أجهزة الدولة مع القطاع الخاص بقينا نقدر نقول إن إحنا حققين تقريبا هذا التوازن فيبقى هو معضلة فطورة الاستراض المواد البترولية وبالتالي اللي إحنا بنتكلم عليه عندنا خطتنا إزاي على مدار الفترة القادمة إن إحنا نقدر نزود كل سنة بمستهدفات واضحة واضحة مواردنا من العملة الصعبة نزود صادراتنا نقلل فطورة الاستراض في مقابل إن إحنا بنعمل حوكمة لعملية الاستراض وبالتالي نقدر فعلا نحقق هذا الهدف وبالتالي نجنب مصر إن شاء الله إنها تتعرض مرة أخرى لهذه النوعية من الهزات الاقتصادية نيجي نتكلم يمكن على الشيء المهم جدا يعني في خامة الرئيس كان فتحه في منذ يومين في أثناء المشروعات وافتتاح مشروعات الخاصة بجنوب الوادي وتوشك وهو فطورة إحنا النهاردة كدولة بنتحمل إيه وفطورة الدعم للمنتجات الرئيسية اللي الدولة تحملتها على مدار الفترة الماضية وده يقودني للكلام على منظومة الدعم الصفة كاملة وخلينا أبدأ برغيف الخبز أنا عايز أتكلم على هذه النقطة شديدة الأهمية وأذكر حضراتكم قبل كورونا قبل أزمة كورونا كان كل الكلام على إن لابد من التحرك في سعر رغيف الخبز وإن إحنا كدولة بقت فطورة الدعم الكبير جدا للخبز كبيرة جدا ولازم إن إحنا سيظل الخبز مدعوم أنا بس بأكد على هذا الموضوع ولكن إحنا بنتكلم على إن لازم يبقى فيه تحرك يعادل أو مش يعادل يعني يتناسب مع الزيادات الرهيبة اللي بتحصل في سعر رغيف الخبز أنا عايز بس أقول لحضراتكم إحنا بنتحرك إزاي كوزار التموين اللي هي معنية بإنتاج الخبز إحنا تاني عشان أأكد لحضراتكم الرقم أقربوا مصر بتنتج ميت مليار رغيف مدعم سنويا ميت مليار رغيف الدولة بتبيعه بخمس قروش يعني إجمالي ما تتحصل عليه الدولة من الميت مليار خمسة مليار جنيه طيب إحنا بنشجع إن ناخد بقدر الإمكان الإنتاج من الأمح اللي بيبقى من الدولة المصرية وبنحفز الفلاح المصري علشان نقلل فطورة الاستيراد ونقلل العبق على الدولار بنحفز الفلاح المصري إنه يورد وجزء من التحفيز إن إحنا بتدينا نزود بصورة كبيرة جدا سعر توريد الأردب بتاع الأمح أنا أحدي حضركم بس الأرقام السنة المالية اللي فاتت 22-23 اللي كان موضوع في الموازنة إن توريد سعر الأردب يبقى 1100 جنيه نتيجة للظروف الاقتصادية وحضركم تتذكروا هذه السنة كانت جزء من الأزمة العالمية الكبيرة جدا والتضخم وأسعار الأمح العالمية أنا مش بتكلم على هنا لا ليه علاقة بسعر صرف ولا أي حاجة إحنا كنا بنجيب أمح بـ 260 و 270 دولار قفز إلى 540 ده السعر العالمي في هذه الفترة وحضركم أذكركم مع الأزمة الروسية الأوكرانية وشفنا فترات شديدة الصعوبة عملنا إيه؟ طلعنا بقرار إن إحنا نعمل زي نوع من الحافز للتوريد سمينا كده حافز استثنائي للتوريد زودنا 400 جنيه فطلعنا نهينا الموسم السنة اللي فاتت إن يبقى سعر توريد الأردب 1500 جنيه طيب السنة دي إحنا بدأنا السنة دي أنا بدي لحضركم بس الرقم اللي كان موجود في الموازنة إن حنبقى سعر توريد الأردب 1250 جنيه دي اللي كانت وزارة المالية حطاه تبقى للأسعار وتبقى للمستهدفات جينا قبل بداية موسم الزراعة عشان نحفز أعلننا إن إحنا هنزود سعر التوريد إلى 1600 جنيه وقلنا برضو هننظر قبل الحصاد ونشوف الأسعار العالمية إيه لإن كل هدفنا نشجع الفلاح إن هو يورد للدولة لإن دا بيمثل جزء ليس بالقليل وعايز أقول لحضراتكم اللي بيوردوا الفلاح المصري بيمثل نقدر نقول 35 ل40% من احتياجات الأمح للخبز المدعم أنا مش بتكلم على الخبز العادي اللي بناخده من الفلاحين عندنا بيمثل من 35 ل40% أو تقريبا طب عملنا إيه رحنا رفعين من 1600 إلى كام 2000 جنيه فلكم أن نعرف إن إحنا من 1250 كانت محتوطة في الموازنة النهاردة بنسلم الفلاحين والحمد لله إحنا حاليا في نهايات موسم الحصاد والأرقام الحمد لله جيدة جدا اللي إحنا بتتورد لنا لكن بندي الفلاح 2000 جنيه على الأرداب طب أنا عايز أقول لحضراتكم ما دفعناه حتى هذه اللحظة للفلاح المصري حتى هذه اللحظة والموسم لسه قدامنا شهر كمان اللي دفعته وزارة المالية لغاية الفاتورة بتاعت مبارح 40 مليار جنيه للفلاحين ده بخلاف الأمح اللي بنستورده بالدولار عشان نجيبه ونكمل به منظومة الخبز فبالتالي إحنا بنتكلم على حجم دعم لرغيف الخبز يتخطى الميت مليار جنيه نتكلم في مية وعشرة ومية وخمساشر مليار جنيه ده دعم حقيقي لرغيف الخبز فبالتالي إحنا كدولة كنا حرصين الفترة اللي فاتت في خضم الأزمة الغير مسبوقة اللي كانت موجودة ما كانش عندنا الرغبة إن إحنا نحمل أعباء إضافية على المواطن وكنا دايما بنحط هذا الموضوع بناخد الموضوع بهذا الشكل وبالتالي تحملت الدولة كل الأعباء الكبيرة جدا دي في سبيل إن إحنا نحاول بقدر الإمكان الحاجات اللي نقدر إحنا كدولة نتحملها نتحملها لكن فعليا هل نقدر نتحمل الكلام ده إلى الأبد بالتأكيد لا مستحيل مستحيل وبالتالي كان ضروري إن إحنا نرجع تاني للكلام اللي إحنا كنا بنتكلم عليه قبل الأزمة حتى بتاعت كورونا وكل الأزمات دي إن لازم يحصل نوع من التحرك في سعر الخبز علشان مجرد نقلل نقلل من الحجم الرهيب اللي موجود من الدعم مازال حيظل الخبز مدعوم بصورة كبيرة جدا سيظل الخبز مدعوم بصورة كبيرة جدا لكن لازم نبقى واخدين بالنا إن الدولة طاقتها لا تتحمل إن الزيادات الكبيرة جدا اللي حصلت والطفرات اللي أنا بقولها لحضراتكم هؤلاء إحنا من سنة كان مفروض إن إحنا ناخد الأمح بـ 1100 النهاردة بـ 2000 فقط على قد اللي إحنا بناخده من السوق المصري فده اللي إحنا بنتكلم عليه في هذه القضية نيجي بقى لقضية الطاقة ويمكن يعني سياد الرئيس طلب إن إحنا نتكلم في هذه القضية بصورة كبيرة جدا ومعالي وزراء الكهرباء والبترول اتكلموا على مدار اليومين اللي فاتوا واسمحوا لي إن أنا أجمع الموضوع كله مع بعضه النهاردة إنتاج الكهرباء بيعتمد بصورة أساسية على الوقود التقليدي الوقود التقليدي وهو الغاز الطبيعي والمزود اللي هو ضمن هذه المكونات ومعاها الطاقة الجديدة والمتجددة اللي إحنا موجود عندنا حصة سابتة من السد العالي كانت موجودة في وقت ما كانت هي دي اللي بتمثل الغالبية العظمى من احتياجات مصر ولكن مع النمو الكبير جدا السكاني والنمو العمراني أصبحت تمثل أقل من 10% من إنتاج مصر من الطاقة أقل بكثير يعني إحنا بنتكلم في 7% أو 6% ده جزء من الطاقة الجديدة لأنه بنعتبر الطاقة السد العالي طاقة متجددة أو طاقة نظيفة كان لازم نروح ليه الطاقة الشمسية والطاقة الرياح وإحنا شغالين في هذا الموضوع ولدينا الخطط الكبيرة في هذا الأمر ولكن برضو ما كناش نقدر نتوسع قوي في الخمس ست سنين السابقين في هذا الموضوع لأن كانت الأسعار بتاعت الإنتاج عالية جدا وهذه المشروعات اللي بيعملها قطاع خاص وفي الغالب بتبقى استثمارات خارجية وبيطلب إن إحنا ندفع مقابل هذه الخدمة بالدولار فإحنا كانت الدولة حريصة إنها ما تنجرفش بإنها تعمل مشروعات ضخمة جدا تحملنا فطورة كبيرة جدا وبالتالي لما الأسعار نزلت وبقينا النهاردة وصلين لأسعار غير مسبوقة توسعنا في العقود بتاعت هذا الموضوع لكن أي مشروع النهاردة حابتنوقعه وحضركم بتشوفوه وإحنا بيتوقع في مجلس الوزراء قدامه على الأقل سنتين ونص وثلاثة أعبال ما يدخل جوه التشغيل والإنتاج الفاعل نيجي بقى للأسعار بتاع المنتجات والمحروقات كلها اللي بتدخل في إنتاج الكهرباء مصر ربنا يعني حباها بحجم محدد من المواد البترولية والغاز الطبيعي ستين في المية وأكتر من ستين في المية من الغاز الطبيعي اللي بتنتجه مصر بيروح لاستهلاك الكهرباء أنا بقى بقول لحضراتكم الرقم طيب تكلفة استخراجه من غير بحط عليه أي نوع من الأعباء تكلفة استخراجه على الدولة يعني بيكلف الدولة كام اللي أنا بطلعه من أرضي وبتاعي بيكلفني أربعة وربع دولار سنت زي ما بنقول للوحدة طيب أنا بديه للكهرباء وزارة الكهرباء عشان يستخدمه في محطته بكام أنا ما بديه لهوش بأربعة وربع بديه بتلاتة فده لوحده أدي رقم عشان نبقى عارفين قد إيه إحنا متحملين فقط في الجزء ده لكن الكهرباء لسه محتاجة مزود ومحتاجة كميات أخرى من الغاز إن إحنا نجيبها علشان تجابه الإحتياجات الكبيرة اللي بتزيد كل سنة إحنا دولة مش سابتة يا جماعة إحنا كل سنة في نسبة نمو سكاني كبيرة والنمو السكاني ده بيترجم إلى وحدات سكانية زي اللي ورانا عشان الناس تسكن فيها إلى مصانع لازم تتعمل علشان الناس تشتغل فيها إلى مناطق تتعمل عشان يبقى ديه مدن وأماكن الناس تعيش فيها وبالتالي الاستهلاج بتاع الكهرباء بيزيد ما بيقلش ولا بيثبت فبالتالي فطورة احتياجات الكهرباء من المواد البترولية كل سنة بتزيد بنحاول نسرع الخطأ أن نندخل الطاقة الجديدة والمتجددة علشان تعود هذا الموضوع وتقلل الاعتماد على الوقود التقليدي لأن العالم كله متجه إلى الطاقة النظيفة والتحرك لهذا الموضوع ويمكن مشروع عشان بقى مشروع إنشاء المحطة النموية في الضبعة في الأساس علشان أن احنا ندخل موضوع الطاقة النظيفة وندخلها معانا في ضمن باقة الطاقات بتاعتنا لكن نرجع يبقى معنا كده المزود اللي أنا بجيبه كمان وده فيه جزء برضو مكون محلي وجزء بستورده بصورة كبيرة جدا النهاردة أنا بديه للكهرباء وبستورده من الخارج بتلت أضعاف القيمة اللي المفروض الحقيقية اللي تبقى موجودة أنا بس بوري حضراتكم مدى الضغط اللي بتبقى الدولة بتتحمله في سبيل إن إحنا إزاي نلبي احتياجات الدولة المتزايدة خلينا نرجع لما حصلت الأزمة الاقتصادية وعايز بس أقف قدام أرقام محددة لإن بعض الناس بيقولوا هو ما بيحصلش دعم للطاقة إنتوا خدوا بالكواب لأ ده المفروض إن الدولة النهاردة بتقولكوا عليه ده الرقم كله بالدولار اللي حصل بسبب التعويم فهو الأرقام زادت لكن أنا عايز بس أدي مثل واحد سنة 21-22 متوسط سعر برميل البترول 54 دولار خلينا أقولها سنة 21-21 21-21 أسف 54 دولار طيب 21-22 لما بدأت نص في نص السنة بالضبط حصلت الحرب الروسية الأوكرانية متوسط السنة 92 دولار للبرميل من 54 إلى 92 السنتين اللي بعديهم اللي احنا فيهم السنة دي المتوسطات بنتكلم 85-87 دولار فهناك قفزة لوحدها في سعر البرميل بتاع البرينت بيزيد بأرقام كبيرة جدا أنا بس بدي لحضراتكم النبزة عن مدى التحدي اللي موجود أنا كدولة المفروض كنت أعمل إيه؟ هيئة البترول وشركات الكهرباء هي هيئات اقتصادية بالكامل المفترض إنها تبقى كهيئة اقتصادية تعمل إيه؟ إحنا بنقولش ما تكسبش ولكن على الأقل ما تخسرش ولا تحمل الدولة شيء طب إيه اللي حصل؟ اللي حصل إحنا أذكر حضراتكم كان معالي وزير الكهرباء من فترة من 2018 وضع خطة وقال أنا في خلال خمس سنوات حوصل إلى زير ودعم وحقدر إن أنا حقق هذا الموضوع إنما إحنا فجئنا بالصدمات العالمية الرهيبة اللي حصلت للعالم كله النهاردة بيتكلم عليها وبيعني بيؤن منها والتضخم الكبير اللي بيحصل على المستوى العالم الأزمة الكبيرة اللي إحنا موجودين قدت إلى إن اختلال المنظومة اللي هو كان حاطتها علشان إن هو يصل إلى زير ودعم كان المفروض في 2023 طيب لما ابتدت الأزمة الكبيرة دي تحصل الطبيعي إن أنا كنت أعدل الخطة بتاعتي وزود الأسعار مش كده بردو ولا أنا بالمنطق لكن إحنا خدنا قرار في خضم الأزمة وأذكر حضراتكم قعدنا سنة ونص كاملين عملنا إيه؟ سبتنا كل حاجة طب على في السنة ونص دول مين اللي متحمل الفاتورة؟ الدولة بأرقام كبيرة جدا ياريت إن أنا بجيبها بالجنيه دي أنا بجيبها بإيه؟ بجيبها بالدولار بس تلفها بالدولار في وقت الفايدة على الدولار نفسها بدل ما كانت واحد في المية واثنين في المية بقينا بنتكلم في خمسة ونص وستة وسبعة وثمانية في المية أنا بس عشان المواطنين يعرفوا حجم اللي تحملته الدولة في الفترة اللي فاتت قد إيه؟ والفاتورة بتاعة الدعم وفاتورة اللي تحملته الدولة بكل الإمكانيات مش ممكن كان أي دولة تتحمل هذا الكلام في هذه الفترة بحجم صدمات غير مسبوقة عن مال يحصل كل كم شهر بتحصل صدمة جديدة مش معمولة في الحزبان فارجع تاني الكهرباء ما أخدتش هذا الإجراء نتيجة لكده النهاردة معالي الوزير الكهرباء قال أنا عندي النهاردة لو على السعر اللي موجود النهاردة للكهرباء بالسعر الوقود اللي أنا باخده من البترول أنا حبقى عندي خسائر 140 مليار جنيه 140 مليار جنيه طب دي شركات الكهرباء من مفروض شركات اقتصادية طب ما هو مين اللي حيدخل علشان يسند الشركة وما تقعش الدولة فبقى عندي الفاتورة زي ما بقول لحضراتكم هذا الرقم طيب هو الكيلو وات ساعة النهاردة بيكلف الدولة كام معالي الوزير قال رقم وحأكده تيه 223 قرش ده تكلفة انتاج الكيلو وات ساعة طيب متوسط شرايح المنزلي كام احنا كانت الفكرة ايه ان دايما بندعم اول 3 شرايح وبندعمهم وحنظل ندعمهم انا بأكد على هذا الموضوع بصورة كبيرة جدا انا عايز اقول لكم ان الشريحة الاولى حاليا الكيلو وات ساعة بتاعها 58 قرش مقابل 223 قرش التكلفة الفعالية لعددولة الفكرة كلها كانت بتهم ايه ان انا يبقى فيه دعم يعني متبادل ان انا احمل الشرايح الاكثر استهلاكا ارقام اعلى تغطي ده وايضا في الانشطة الاخرى اللي غير سكنية زي النشاط التجاري بعد الانشطة الاستثمارية وبرضو بديبقى عينة عالصناعة عشان ما دورش الصناعة بصورة كبيرة ما هي دي محددات فبقيت النهاردة المشكلة ان بقيت وزارة الكهرباء انا عايز اقول لحضراتكم فطورتها الشهرية اللي المفروض تتفحها للبترول عشان المواد البترولي اللي بيجبها لها 15 مليار جنيه دي الفطورة الشهرية طب الكهرباء بتدفع منها كام اربعة لان على قد الفطورة والاجمال المتحصلات اللي بتاخدها نتيجة لان فيه فرق سعر كبير جدا في الكهرباء طب ايه البديل ما هو البديل ان يعني يا اما لازم نشوف حل لتدبير هزي الموارد وده اللي عملناه على مدار الفترة اللي فاتت ولكن مع زيادة معدلات الاستهلاك والاحتياج لارقام اكبر كان الخيار اللي قدامي ان احنا نطلع على مدار السنة ونص اللي وقفنا فيهم الاسعار نطلع بالاسعار بصورة كبيرة عشان توازن ويبقى عنده موارد يقدر ان يديها للبترول فالبترول يقدر يجب له المواد البترولية اللي تشغل له المحطات لكن ده ما عملناهوش فكان الحل البديل ان احنا نضطر الى تخفيف الاحمال الساعتين او الساعتين وربع اللي هما بيحصلوا النهاردة بالتأكيد احنا حاسين وانا حاسس قدقيه الناس متضايقة ومتقزمة من هذا الموضوع لكن النهاردة انا بدي لحضراتكم الصورة بمنتهى الوضوح احنا كنا مراعيين بصورة كبيرة جدا 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 ان احنا كنا في فترة بقدر الامكان بحاول محملش المواطن اعباء اضافية كان فيه اسعار السلع اللي عماله تتغير نتيجة لازمة الدولار وتسعير الدولار اللي كان في السوق السوداء والسوق الموازية وكنا بنسمع كلكو ارقام سبعين وتمانين ومية للدولار وبتتصعر عليه السلع والمواطن كان بيقول طب يعني يعني مش ممكن كنا في نفس الوقت اقول كمان هزود معاها كهرباء وازود حاجات تانية بالتالي حيبقى صعب علينا فاحنا قابلنا كدولة ان احنا نتحمل هذه الارقام بس الارقام دي خدوا بالكو بتبقى دين والدين بنروح الدولة بتستدين وبتسدده باسعار فايدة وليست بالقليلة وبالتالي احنا عايزين كل هدفنا النهاردة ازاي نقلل هذه الفاتورة فاتورة الدين وازاي ان احنا نرجع تاني فيه نوع من التوازن عشان كده انا كلفت لان دايما معالي المواطن انا عارف وبسمع كل يوم وبتجيلي على مواقع المجلس الوزراء وكل حاجة الشكاوى انتو امت هتخلصوا موضوع قطع الكهرباء انا كلفت الوزيرين وزير الكهرباء والبترول ان هم يحطوا سيناريو واضح ازاي مع انتهاء التوقيت الصيفي نوقف تخفيف الاحمال يعني بنتكلم نوفمبر او ديسمبر بحد اقصى نتوقف عن هذا الموضوع موضوع ده هيتطلب ايه ان لازم يبقى فيه موارد ولازم نبقى واخدين بالنا لازم يبقى عندنا موارد علشان نقدر ان احنا نجيب الكميات والمنتجات البترولية اللي تمكننا ان احنا نحقق هذا المستهدف عشان كده انا طلبت مرة اخرى من السيد وزير الكهرباء يضع خطة اخرى لمدة اربع سنين ازاي تدريجيا ان احنا نحرك اسعار الكهرباء بحيث تكون دايما الفئات الوليلة مدعومة بصورة كبيرة ولكن على الاقل نبدأ بعض الانشطة الاخرى هي اللي تدعم جزئيا هذا الموضوع انا بس بودي حضراتكم ان احنا لازم بنتحرك في هذه الاجراءات علشان نعيد تاني الاستقرار للمنظومة الدولة لا يمكن تتحمل الى الابد هذه الفطورة المتزايدة من الدعم نيجي اخر حاجة لموضوع البترول ويمكن معالي وزير البترول ويعني سيادة رئيس لما كنا بنتكلم نتكلم على قد اين نهاردة دعم المنتجات البترولية عايز اقول لحضراتكم ان مع البرنامج الاصلاح المرحلة الاول اللي كانت في 2016 كانت هي دي احد اهم مشاكل الدولة المصرية نجحنا على مدار منسبات اتبني البرنامج وصلنا سنة 21 ان لم ليعد هناك دعم للمنتجات البترولية بخلاف فقط انبوبة البتجاز والمزوت اللي بيروح للافران بتاعة الخبز البلدي المدعم ودول حيظل دايما حيبقى فيهم نوع من الدعم كان ساعتها فاتورة الدعم سنة 21 19 مليار جنيه اللي هما يمثلوا الانبوبة مع المزوت حصلت الازمة وبدأت نشوف ارقام زي ما وردت حضراتكم 54 92 للبرميل ودلوقتي 85 87 طيب معاها حصلت الازمة الاقتصادية ومعاها حصل تحريك لسعر الدولار فبقى عندي عاملين عامل السعر العالمي نفسه بتاعة الدولار اللي هو المنتج نفسه زاد بالدولار برا وايضا موضوع فرق السعر طيب احنا هل رفعنا الاسعار بهذا الكلام بالتأكيد لا طيب ايه الحل لان لازم النهاردة ارجع تاني للي انا كنت علي في 21 ان احنا نصل الى ان كل المنتجات البترولية قادرة انها تغطي نفسها مشكلتنا دايما هو السولار ليه لان السولار ده داخل في كل شيء بدءا من مكانة الري بتاعة الفلاح البسيط اللي بيزرع بيها للتروسيكل اللي بينقل عليه للسيرفيس والمايكروباص اللي بينقل المواطنين لكل العربيات النقل اللي بتنقل البضايا فبالتالي بنبقى متحسبين واحنا بنزود عشان تدعياته على ارتفاع الاسعار ولكن لازم نضع خطة واضحة ودي وضعناها وانا بأكد لحضراتكم ان احنا نرجع تاني لهذا التوازن بنهاية عام عشرين خمسة وعشرين بنهاية عام عشرين خمسة وعشرين بطريقة متدرجة نرجع تاني للتوازن في اسعار المنتجات البترولية هيظل السولار حتى بعد عام عشرين خمسة وعشرين مدعم مش سعره الحقيقي لكن منتجات البنزين تكون بتعود الفارق لكن كدولة لازم هو دي الاجراءات اللي لازم ناخدها عشان نزبط الدولة ونزبط احتياجات الدولة عشان كده كنت بذكر حضراتكم ان احنا ربنا اتكرمنا بصورة كبيرة جدا 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 لما خدنا الاجراءات اللي فاتت على مدار الشهرين اللي فاتوا وقدرنا نعيد الثقة تاني جوه السوق المصري وقلت لحضراتكم احنا ما خلصناش احنا بنبدأ بنبدأ ومحتاجين نكمل منظومة الاصلاح الاقتصادي وقدامنا سنة وقبل ما نقدر فعلا نقول تجاوزنا بحق وحقيقي الازمة هو ده اللي احنا بنتكلم فيه النهاردة انا عايز بس ادي لحضراتكم رقم لاني دايما بيتقال ايه طب هو فين انتاج زهر هو فين اللي هو احنا صحيح فيه عندنا مشكلة استهلاك مصر ما تحتاجه مصر واستهلاكها من مواد بترولية وغاز طبيعي وكل ده عشان يشغل بلد فيها مية وستة مليون بني آدم الفاتورة بتاعتنا خمسة وخمسين مليار دولار امريكي في السنة دي استهلاكتنا دي الفاتورة بتاعت السنة اللي فاتت ربنا ادينا يعني نعمة ان 33 تقريبا مليار منهم بيطلعوا من الارض المصرية وبالتالي هم دول تكلفة 33 مليار بس نعملهم بالجنيه ما بدفعهم ش دلار بس في الاخر ما هو لو كان عندي قدرة وفائد كنت حعمل فيهم مية كنت حصدرهم ويجيبولي دلار لكن النهاردة 33 مليار من المنتجات اللي بتخرج من ارض مصر بتستهلك كاحتياج دولة يتبقى 22 مليار 22 مليار دول فاتورة حاجتين الشريك الاجنبي اللي عامل معايا حقوق الامتياز واللي بيخرج الغاز من حقل زهر وخلافه من المشروعات وده لازم بتفعله وايضا ما يتم استراده بقى من منتجات 22 مليار محتاجينهم طيب احنا الفتر اللي فاتت عملنا ايه؟ عشان نقدر وما نزودش الأسعار بالسورة كبيرة جدا على المواطنين اضطرنا ان احنا نيجي انا بقولها بمنتهى الشفافية نيجي على الشركة الأجانب نأخر سداد مستحقتهم والموضوع ده مش سر وتقال ان عندنا يعني كانت قزمة قبل ما الحمد لله موضوع الاستقرار بسعر صرف الدولار دلوقتي ونبدأ النهاردة بدايات الانفراجة كانت عندنا مشكلة كبيرة جدا في متأخرات الشركاء الأجانب المشكلة في ايه؟ ان لما بيتأخر الشريك الأجنبي ده بيبدأ يأخر استثماراته جوه البلد فما يقدرش يطلع لنا بدل ما كان عندنا توقعات يبقى انتاج جديد ييجي من غاز وبترول بيطباطق ويبدأ يتأخر فعشان كده كل شغلنا الشاغل نرجع هذا الموضوع وعشان كده وجهت السيد الوزير البترول والمالية حنبدأ الاسبوع الجاي بسداد 20 ل 25% من المتأخرات ويتم جدولة المبلغ المتأخر على فترة زمنية بالتوافق مع الشركاء الأجانب ده عشان نحل الأزمة لكن يبقى ان النهاردة عندي هذا الدعم الكبير جدا اللي وصل هيبقى السنة الجاية محدود كام في موازنة الدولة انا بقول لحضراتكم سنة 21-22 كان كل الرقم 19 مليار السنة الجاية محدود 155 مليار جنيه دعم للمواد البترولية ليه؟ لان زي ما قلت لحضراتكم هنحط خطة من هنا لغاية ديسمبر 25 نحاول نرجع للتوازن ان شاء الله لكن في خلال هذه الفترة لازم انا كدولة ادعم يبقى مضطر ان انا احط الرقم ده كدعم اضافي علشان نقدر نتجاوز هذه الأزمة انا بشرح كل هذه الأرقام وعشان يبقى كل مواطن عارف احنا شغالين ازاي وكدولة في اطار التحديات حاولنا ازاي وبنحاول وحنحاول نخفف من الاعباء بقدر الامكان ولكن لازم حنبقى عارفين ان هناك فطورة كبيرة جدا بتتزايد هي مش سابتة عمالة تتزايد ولازم بنجري وراها كل همنا ان احنا ازاي نصل الى التوازن في حاجات معينة عشان بجد نفضل الدعم الحاجات المهمة للمواطنين المستحقين ياخدوها وده اللي بيحصل يا جماعة فطورة الدعم السنة الجاية 636 مليار جنيه السنة دي اللي هتخلص 36 كانت 530 يعني مزودين 20% يعني الدعم ما بيقلش الدعم بيزيد وده يقضني يعني عشان اختم كلامي بان ادتدت قراء كثيرة جدا وكانت القراء دي دايما بتطلعوا لها وجهتها بيقول ان الدولة المصرية محتاجة انها تتحول الى منظومة للدعم النقدي وليس الدعم العيني بمعنى ان يبقى هناك فكرة ان بدل ما انا بقول بدعم الرغيف العيش وبدعم السلع التنمونية وانبوبة البتجاز وبعض الخدمات طب ما انا ادي رقم احسن الدولة بتتحمل ادي ايه متوسط على المواطن ودي هذا الرقم للمواطن في ايده وبالتالي يبقى الاسرة لما بقول الاسرة فيها خمسة او ستة يبقى الرقم اللي كان للفردة يتضرب في خمسة او ستة يبقى معهم رقم معتبر يقدروا بناء على ذلك يقدروا هم احتياجاتهم يشوف هو عايز ايه ايه الاولوية بالنسبة له الكلام ده نعمالين بنتابعه وبنستمع ليه وبجتمع مع خبراء في هذا الكلام ولكن اعتقد على المدى المتوسط هذا هو الحل الحقيقي لمصر انه هتظل منظومة الدعم هتظل منظومة الدعم بس تبقى محوكمة ويبقى رقم كلنا عارفينه والرقم ده مش هيبقى ثابت الرقم ده ممكن بيزيد كل سنة مع التضخم مع ارقام معينة فبالتالي هو بيزيد مش بيبقى ثابت ولكن عشان نضع تفاصيله وقلياته الموضوع محتاج حوار مجتمعي عشان كده يمكن انا هنا النهاردة بعلن ان هذا الموضوع محتاج ان احنا نفكر فيه ونضع ليه ضوابط وحلول وافكار وحنستعين ان شاء الله بالحوار الوطني الحوار الوطني بيمثل كل اطياف المجتمع من اقصى اليمين لاقصى اليقصار وايضا الخبراء الاقتصاديين يضعوا لنا وانا هحدد نهاية 24 ديسمبر 24 ان يطلعوا لي بتصور هل هو ده النموذج الافضل لمصر ام لا اذا كان هو ده النموذج الافضل طب قليات تنفيزه تبقى ازاي بحيث لو حصل عليه توافق ممكن نبدأ تطبيقه تدريجيا من العام المالي 25-26 لان ده حيبقى محتاج قليات تنفيز كتير جدا فبالتالي مصر محتاج انها تتحرك في هذه المنظومات كلها بثبات في طريق اصلاح اقتصادي حقيقي احنا كل هدفنا من كل المشروعات اللي حاركوا بتشوفوها نمو وخلق فرص عمل وبنية اساسية وتمكين للقطاع الخاص انه فعلا يقود الدولة ويزود موارد الدولة من العملة الصعبة ومن الانتاج ومن تقليل فطورة الاستراد وده شغلنا الشاغل وده اللي قاعدين عليه احنا مش فقط بنبص على فطورة اعباء موجودة على مدار الشهور ولا السنة الجاية انا ببص لقدام وان حل الدولة وزي ما بقول لحضراتكم وواثقين بزيادة مواردنا وانتاجنا نقدر في خلال ثلاث سنين نكون وصلين لهذا التوازن يبقى ساعتها الدولة غير معرضة مرة اخرى لقدر الله ان يحصل هذه النوعية من الازمات اللي احنا موجودين فيها انا اسف اذا كنت طولت على حضراتكم لكن كنت حابب ان احنا نعرض قدام حضراتكم الصورة كلها بصورة شاملة بارقامها كلها علشان يبقى المواطن احنا كلنا في بعض في مركب واحد هدفوا ان الدولة دي تتقدم بنا كلنا وان شاء الله ده حيحصل باذن الله وبشكر حضراتكم جميع